اشتركوا في القناة تحديات الخمسة كيلو مترات بالتوفيق لكل الاخوة المتابعين من الملاكي والمضمرين المركز الاول تتقدم لنا في هذه اللحظات العزرة عبيد بن سويدان الاكتبي يتقدم الى المركز الاول حاملا تحديات شوط المهجنات الاصائل المركز الثاني وصلت من خلال بشاير علي بن محمد بن حارب بالعجيد الاكتبياتي على المركز الثاني بينما بن ميرين يقدم لنا عذر وبدون عذر يابو محمد لمحمد بن سلطان بن ميرين من خلال تقديم هذه الاسماء بعدما قدم مرفوق بالامس في ميدال الوثبة بينما لان ياتي على المركز الرابع المركز الرابع في هذا الوصول هذه عنيدة عتيج بن سيف العميمي يتقدم نحو المركز الثاء الرابع اما المركز الخامس المركز الخامس ياتي شعار غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري قدم لنا صناعة كذلك في هذه الانطلاقات بعدما قدم لنا ماتهاب في شوط من اشواط رموز الوثبة بالامس حيث فاز بكاس الانتاج المركز السادس هناك تقدم هناك احتلال هناك شعار من شعارات المنافس هذه اللي وصلت الان خلال المركز السادس هذه طرفاش قادمة للرامس بن سالم بن هلال المزروعي يحتل المركز السادس المركز السابع يصل شعارك يا العويسي هذه فوضة 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 تتقدم علي بن حمد العويسي يقدم لنا فوضة في سادس المراكز بينما المركز السابع وتقدمت الان سلام حمد بن ناصر النعيمي ياتي مع المركز السابع المركز الثامن شعار محمد بن معتوق العامري يقدم لنا حمدان بن معتوق العامري هذا الاسم المركز التاسع هناك شعار بن شريم يتقدم وشعار من منافسات حمد بن طالب بن شريم المري هي نوف تقدم للمركز التاسع والمركز العاشر هذه اللي وصلت الان الشام خلي عبدالله بن سالم الوهيبي مشاهدين الكرام تحت للمركز العاشر هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذه الانطلاقة هذه الانطلاقة هذه التحديات مشاهدين الأعزاء ولكن نعود إلى المراكز الأولى نعود إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى في هذه الانطلاقة وهذه التحديات بينما نعود إلى البداية نعود إلى المركز الأول نعود إلى الصدارة بينما هذه الانطلاقة إصرار على الفوز إصرار على الناموس إصرار على التحدي مع الصناعة مع الصناعة عمر بن غصاب راعي الطير العامري يأتي على المركز الأول مقدما الطير مقدما صناعة مقدما اسموه عملاقة بينما المركز الثاني المركز الثاني وصلت طرفاشة للرامس بن سالم بن هلال المزروحي يقدم لنا طرفاشة في هذه الانطلاق المركز الثالث المركز الثالث هذه اللي وصلت وتقدمت الله يفوضى فوضى علي بن حمد بن علي العويسي يتقدم الى فوضى نوف تحتل المركز الرابع نوف لحمد بن طالب بن شريم البري بينما ياتي هناك من الجانب الاخر جعار بن ميرين يقدم لنا عذر محمد بن سلطان بن ميرين الاكتباء في هذه الانطلاقة وشعار بالذويب قادم في هذه اللحظة لا محالة من تقدم الطيرة الطيرة قادمة سالم بن محمد بالذويب العامري يقدم لنا الطيرة من تحتل المركز السابع أو المركز السادس المغامر قادم المغامر المغامر يقدم لنا الفاثنة الفاثنة حمدان بن محمد بن معتوق العامري ياتي مع المركز السابع ثامن المراكز هذه اللي وصلت وتقدمت مرتابة للسبع بن عبدالله اليحافي المركز التاسع سعيد بن سالم بن عمان المهيري بعدما قدم الحذرة يقدم العبور يقدم العبور بهذه الانطلاقات يمر مرور يمر مرور يمر مرور التحدي أعبرته وتقدمت هذه العبور بينما المركز العاشر أو وصلت من خلاله وتقدمت الآن مشاعل مشاعل مطهر بن محمد بن مليحان الشمري قادم إلى المركز العاشر هذه الأسماء اللي ذكرناها هذه الأسماء اللي تقدمت وذعناها ولكن نعود إلى المراكز الأولى الله طرفاشة 1200 على خط النهاية وطرفاشة مسيطرة طرفاشة متقدمة الرامس بن سالم بن هلال المزروحي لا زال مسيطر لا زال متقدم لا زال يقود المسار ولكن العبور العبور وصلت العبور دبت عبر عن مشاعرها في الميدان سعيد بن سالم بن عمان المهيري فوضى من الجانب الآخر علي بن حمد بن علي العويسي ولكن شوف القادمين شوف الهاجمين شوف المتقدمين مقادير لمحمد بن سعود بن علي الفهيده المري قادم كذلك إلى المركز الرابع ومكتون بن الشيبة السبوسي قادم في هذه اللحظات ولكن حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا نينة نينة قادمة نينة قادمة في هذه اللحظات إلى المركز الخامس حمدان بن سعيد بن يابر قادم ولكن شوف بن بوته بالذويب صالب بن محمد بالذويب العامر يتقدم يقدم الأسم بينما المركز الأول بينما التحدي الأول الفهيده الفهيده قاد الشوط قاد الشوط مع مقادير محمد بن سعود الفهيده المري يتقدم إلى المركز الأول الطير تحتل المركز الثاني صالب بن محمد بالذويب العامري الوهيبي قادم في المركز الثالث والعويسي سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي ولكن مقادير مقادير يهل الهواء مقادير هذه مقادير ذهبت بالتحية والسلام إلى هالي المملكة هذه مقادير محمد بن سعود الفهيده المري أي من تنجز هذا الانجاز زلوم للمملكة السلام المركز الثاني قطنة سلطان بن سعيد العويسي المركز الثالث الطير سالم بن محمد بالذويب العامري المركز الرابع نينا لحمدان بن سعيد بن يابر والمركز الخامس لسالم بن محمد السهران أو مسلم بن محمد بن سهران العامري يحتل المركز الخامس مشاهدين الكرام هكذا كانت النتيجة لمحمد بن سالم العامري أعود للتوقيت سبع دقائق واحدة ثلاثين ثانية ستة من الأجزاء من الثانية هي مشاهدين الكرام مقادير حيث حملت التحية والسلام لتسجل توقيتا مميزا في انطلاقات اليوم تهنينا لمالك أغادير مشاهدين الكرام لمحمد بن سعود الفهيد المري المركز الثاني سبع دقائق ثلاثة ثلاثين ثانية ثمان أجزاء من الثانية حصلت على المركز الثاني قطنة تعود ملكية سلطان بن ناصر بن سعيد العويس جي تهنينا كذلك على هذا الفوز والانجاز المركز الثالث الطير قطعة المسافة في سبع دقائق أربعة ثلاثين ثانية سبع أجزاء من الثانية والتهنية لمالك الطير سالم بن محمد بن ذويب العامري تهنينا والناموس على هذا الفوز والانتصار